الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أيها الإخوة هذه سلسلة من الدروس العلمية في الفقه في كتاب عمدة الفقه والذي كنا قد ابتدأنا في شرحه من سنوات وستكون هذه سلسلة من الدروس في هذا الأسبوع إن شاء الله من كتاب الأطعمة إلى آخر كفارة اليمين سنتناول أبرز الأحكام المتعلقة بالأطعمة ما يحل منها وما يحرم وضوابط ما يحل وضوابط ما يحرم ثم نتكلم عن أحكام الذكاة ثم نتكلم عن أحكام الصيد ثم أحكام النذر ثم الأيمان وجامع الأيمان ثم كفارة اليمين وكما تلاحظون أيها الإخوة أن هذه الأبواب أبواب مهمة جدا لطالب العلم ومما يدل لهذا أنك تجد أن كثيرا من استفتاءات الناس في هذه الأبواب ولو أنك تأملت أي برنامج إفتاء تجد غالبا يكون سؤال عن جزئية في باب من هذه الأبواب ولذلك من يحضر هذه الدروس إن شاء الله سيضبط هذه المسائل ويخرج بحصيلة جيدة بإذن الله تعالى أيها الإخوة قبل أن نبدأ هذا الدرس أحب التذكير بأهمية التفقه في الدين فإن التفقه في الدين علامة على إرادة الله عز وجل بالعبد الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفق في الدين ولذلك إذا وجدت من نفسك إقبالا على التفقه في دين الله عز وجل فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير ولأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله كما يحب الله إلا عن طريق التفقه في الدين فإن الإنسان بالتفقه في الدين يتعرف على محال محب الله تعالى ومرضاته فيسعى إليها ويتعرف على محال سخط الله تعالى وغضبه فيجتنبها ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على التفقه في الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوما في حلقة علم فدخل المسجد ثلاثة أحدهم دخل والتحق بالحلقة وأما الثاني فاستحى ولم يلتحق بالحلقة وأما الثالث فأعرض عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فأقبل فأقبل الله عليه وأما الثاني فاستحى فاستحى الله منه وأما الثالث فأعرض الله عنه وهذا يدل على خطورة الإعراض عن حلق العلم وأن المسلم ينبغي أن يحرص عليها وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم ومجالس العلم داخلة في مجالس الذكر كما قال العلماء وفي آخر الحديث يقول الله عز وجل للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة يا ربي إن فيهم فلان ليس منهم وإنما أتى لحاجة وجلس فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس هم القوم لا يشقى بهم جليس وهذا يدل على أن حضور مجالس الذكر ومجالس العلم من أسباب نيل مغفرة الله عز وجل ومن أسباب أن الملائكة تحف هذه المجالس وتحفها الرحمة وقد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم والرحلة مشهورة وقد صنفوا فيها مصنفات ومن أشهر القصص في الرحلات في طلب العلم قصة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري فقد بلغه أن عند عبد الله بن أونيس أن عنده حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن أونيس بالشام فارتحل جابر من المدينة إلى الشام على بعيره وحده وحده يقطع الصحاري والقفار والجبال ومكث في هذه الرحلة شهرا كاملا شهرا في الذهاب وشهرا في الاياب يعني شهرين لما وصل إلى عبد الله بن أونيس اعتنقه وقال ابن عبد الله ما الذي جاء بك قال بلغني أن عندك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك فأخبره بهذا الحديث فلما سمعه رجع رجع جابر شهران كاملان على بعيره كل ذلك من أجل تحصيل حديث واحد وكان الأئمة والعلمة يرتحلون وكانت الرحلة ليست كالرحلة في وقتنا الحاضر كان من يرتحل لطلب العلم يتغرب عن أهله ينقطع تواصله بأهل انقطاعا تاما ليس هناك وسائل تواصل ولا هواتف ولا أي شيء وينقطع بالسنين متغربا كل ذلك لأجل طلب العلم وتحصيله فينبغي أيها الإخوة الحرص على طلب العلم والآن تيسرت وسائل الحصول على العلم تيسرا كبيرا لكن مهما يكون فإن الحضور هو الأفضل والأكمل لأجل التعرض لنفحات الله عز وجل ورحمته ومغفرته فضلا عما يحصله من يحمر هذه الحلق من العلم والفوائل لكن من لم يتأتى له الحضور فيمكن أن يتابع ذلك عبر وسائل التقنية الحديدة التي تنقل هذه الدروس بالصورة والصوت إما مباشرة أو تسجيلا المهم أن يكون لدى طالب العلم الهمة في طلب العلم وتحصيله وأن يتأدم بأداب طالب العلم ومن ذلك إخلاص النية لله سبحانه بأن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره وكذلك العمل بما يعلم وإلا علم بلا عمل لا فائدة منه بل يكون حجة على الإنسان يوم القيامة وأن يكون له أثر على الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل ويكون له أثر في تعبده وسيره إلى الله سبحانه ويكون لهذا العلم أثر في تعامله مع الناس وأخلاقه مع الآخرين وقد سنف مصنفات في أداب طالب العلم وأداب تحصيله سنف في هذا كتب كثيرة فينبغي العناية بها والحرص عليها أيها الإخوة وعلم الفقه هو من أعظم العنوم بل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال إن أهم العلوم علمان علم التوحيد وعلم أحكام العبيد يقصد التوحيد والفقه التوحيد لا يخفى أهمية العناية بالعقيدة الصحيحة فإن الله تعالى بعث الرسل لأجل تصحيح الانحراف الواقع في عقائد الناس وإلا كانت الأمم السابقة تقر بأن الله الخالق الرازق المدبر لكن كان عندهم انحراف في العقائد فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل تصحيح ذلك الانحراف وأما الفقه فهو حياة الناس العملية ولك أن تتأمل في أي برنامج إفتاء تجد أن معظم أسئلة الناس في الفقه إحكام الصلاة والزكاة والصيام والبيوع والمعاملات والأيمان والنذور ونحو ذلك وبقية العلوم يكفي طالب العلم منها قدر معين فمثلاً الفقه بطريقته الصحيحة المرتبط بالحديث وأصول الفقه فيكون التفقه يعني بهذه العلوم الثلاثة الفقه مع الحديث مع أصول الفقه وإلا إذا لم يوجد واحد منها يكون هناك قصور في التفقه وأكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة لأجل التذكير ونبدأ على بركة الله تعالى في كتاب الأطعمة في شرح عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة ستمائة وعشرون لهجرة قال رحمه الله كتاب الأطعمة والأطعمة جمع طعام والطعام ما يؤكل وما يشرب أما ما يؤكل فهذا مشتهر أنه طعام لكن ما يشرب كيف يسمى طعاما وهو يشرب ولا يؤكل نقول نعم في اللغة العربية يطلق على ما يشرب طعاما ويدل لذلك قول الله عز وجل في قصة طالوت وجالون فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه الضمير يرجع على ماذا ماء النهر يعني من لم يطعم الماء وهذا يدل على أنه يصح أن يطلق الطعام على الماء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم إنها مباركة طعام طعم إنها مباركة هذه البئر العظيمة العجيبة التي هي آية من آيات الله عز وجل لما أتى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أتى إبراهيم بابنه الرضيع إسماعيل وأمه إلى هذا المكان إلى بيت الله الحرام ثم إن إسماعيل عطشة وإبراهيم قد ذهب ولم يبقى معه إلا أمه حتى أتى الملك فبحث بجناحه الأرض فنبعت هذه العين المباركة ولها أكثر من خمسة آلاف سنة والناس تشرب منها وما نظبت طعام طعم وما أزمزم لما شرب له ما معنى ما أزمزم لما شرب له يعني إذا شربته بيقين بيقين لأي أمر تريد يحصل لك بإذن الله صنف الحافظ بن حجر رسالة في هذا في شرح هذا الحديث أول في الكلام عن ثبوته وشرحه وانتهى إلى أنه ثابته بمجموع الطرب وشرحه وذكر قصصا عجيبة عن الإمام الشافعي أنه شربه لأجل إصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي وعن الحاكم أبي عبد الله الحاكم لأجل حسن التصنيف فكان من أحسن أهل زمانه تصنيفا قال الحافظ بن حجر وأنا شربته قبل عشرين عاما لأجل أن أكون في منزلة الحافظ الذهبي في الحفظ وأرى أني الآن في منزلته وأسأل الله المزيد وذكر قصص كثيرة ومشهورة متواترة عن أناس أصيبوا بأمراض مستعصية فشربوا ماء زمزم فشفاهم الله الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام عن زمزم طعام طعم وهذا يدل على أنه يطلق الطعام على ما يشرب والطعام اصطلاحا اسم لما يتغذى به الإنسان اسم لما يتغذى به الإنسان والأشهر اطلاقه على ما يوكر وقد يطلق على ما يشرب والأصرف الأطعمة والأشرباء الأصرف فيها الحل والإباحة لقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وقوله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ذكر الله تعالى هذا في سبيل الامتنان على عباده هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الحل والإباح والأصل في الأطعمة الحل والإباح وهذا التأصيل يستفيد منه طالب العلم لو اختلف إثنان في طعام من الأطعمة أحدهم يقول حلال والآخر يقول حرام فمن الذي يطالب الدليل الجواب الذي يقول حرام انتبئ لهذا الأصل سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله في باب الذكاة أن الأصل في اللحوم والذبائح هذا الحل أو الحضر الحضر والمنع إلا ما دل الدليل على حله فيختلف هناك فضبط هذه الأصول مهم جدا لطالب العلم إذن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة قال مصنف رحمه الله وهي يعني الأطعمة نوعان حيوان وغيره فأما غير الحيوان ابتدأ المؤلف بغير الحيوان يعني أطعمة غير الحيوانية فكله مباح يعني الأصل في الأطعمة غير الحيوانية الحل والإباحة لكن المؤلف استثنى ثلاثة أمور إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم أو ما أسكر أو ما أسكر وعلى هذا نستطيع أن نضع ضابطا في الأطعمة غير الحيوانية الضابط في الأطعمة غير الحيوانية أنها حلال بثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون طاهرة والشرط الثاني أن لا مضرة فيها أن لا يكون فيها ضرر والشرط الثالث أن لا يكون فيها مسكر هذا هو ضابط ما يباح من الأطعمة غير الحيوانية وأشار المصنف لهذه الشروط الثلاثة أشار الشروط الأول بقوله إلا ما كان نجسا والنجس محرم بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ليطعمه ألا يكون ميتة أو دم مسوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس والرجس النجس ولهذا عند الفقهة قاعدة وهي كل نجس حرام وليس كل حرام نجس انتبه لهذه القاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس أي نجس محرم لا يجوز أكله ولا شربه ولا يجوز تناوله أي نجس ولكن ليس كل محرم نجس مثلا الدخان الذي هو التبغ يحرم شرب الدخان لكن هل هو نجس ليس نجسه فإذا عندنا قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس وأشار المصنف رحمه الله للشرط الثاني بقوله أو مضرا كالسمو فلا بد أن يكون ذلك الطعام غير مضر لأن المضر لأن تناول الإنسان ما يضر به حرام عليه لأن نفس الإنسان وبدنه هل هو ملك له نفسك هل يملك لك ليست ملك لك نفسك ملك لله عز وجل فليس لك أن تفعل في نفسك ما يضر بك لأن بدنك ونفسك هذه ملك لله عز وجل وليست ملك لك ولهذا قال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم من التالك فلا يجوز للإنسان أن يتناول ما يضره إذن هذا هو الضابط الثاني ثم قال مصنه والأشربة كلها مباحة أشرنا لهذا الضابط أو هذا الأصل أن الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما أسكر إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كله مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء كفه منه حرام المسكر يعني الذي فيه مادة الكحول الكحول الإيثيلي أصل الإسكار هو هذه المادة مادة الكحول الإيثيلي وينقسم ما فيه كحول إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون أن تكون مادة الإسكار كثيرة هذا حرام بالإجماع هذا خمر وحرام بالإجماع الحال الثانية أن يكون أن تكون مادة الإسكار قليلة ولو شرب الإنسان هذا المائع ما سكر لكن كثيره يسكر لكن كثيره يسكر هل يحل أو لا يحل هذا مائع في كوب ماء لو شربه الإنسان ما سكر لكن لو أكثر منه سكر حلال أو حرام حرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا عند جماهير الفقهة في جميع الأمور وخصه الحنفية بعصير العنب فقالوا عصير العنب هو الذي ما أسكر كثيره فقليله حرام لكن غير عصير العنب إذا كان لا يسكر إلا كثيره فإنه لا يحرم وهذا قول مرجوح أو ضعيف لأن الحديث صريح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام والقسم الثالث أن تكون نسبة الكحول في هذا المائع مستهلكة 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 بمعنى أنه لو أكثر من شرب هذا المائع ما سكر فهذه معفو عنها بالإجمع وهذه يعني تكون أقل من واحد بالمئة نسبة يسيرة جدا هذه تسمى نسبة مستهلكة كالنجاسة اليسيرة التي تقع في الماء الكثير لو أن أحدا بال في نهر أو في بحر هل ينجس ذلك البحر أو النهر لا ينجس فإذا النسب اليسيرة المستهلكة هذه معفو عنها وهذا يزيل الحرج عن المسلمين فإن الآن كثيرا من العصائر والألبان والأدوية لا تخلوا من نسبة يسيرة من الكحول المعلبات عموما المعلبات عموما لا تخلوا من نسبة مستهلكة لأنهم يرون أن مادة الكحول إيثيل هي أفضل مادة مذيبة فهذه معفو عنها ما دام أن النسبة مستهلكة وضابطها أن الإنسان لو أكثر من شرب هذا الشيء ما سكر مهما شرب منهم لا يسكر هذه معفو عنها ويصعب التحرز منها بل حدثني أحد المختصين يقول قشر برتقال والليمون يوجد فيه نسبة يسيرة مستهلكة ويوجد هذا حتى في بعض الفواكه والخضار ويوجد في المعلبات في الألبان في الأدوية فهذه النسبة اليسيرة مستهلكة يعني أقل من واحد بالمئة هذه معفو عنها إذن عندنا ثلاثة أقسام القسم الأول أن تكون نسبة الكحول كثيرة هذا محرم بالإجماع القسم الثاني أن تكون نسبة الكحول ليست كثيرة قليلة لكن كثيرها يسكر فهذه محرمة عند الجمهور وعند الحنفية في عصير عنب خاصة وقلنا الصواب قوي للجمهور والقسم الثالث أن تكون النسبة مستهلكة وهذه معفو عنها ثم قال المصنف رحمه الله وإن تخللت الخمر طهرت وحلت إن تخللت الخمر يعني بنفسها من غير أن يخللها آدمي طهرت وحلت وهذا بالإجماع أما كونها تحل فبالإجماع لأنها انتقلت من عين النجسة إلى عين المحرمة عند الجمهور لكن قول المصنف طهرت هذا يقودنا إلى مسألة وهي هل الخمر نجسة أو طاهرة جمهور الفقهاء على نجاسة الخمر وهذا والذي عليه المذهب الأربعة هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل والقول الثاني أن الخمر وإن كان يحرم شربها ومن كبائل الذنوب إلا أنها في نفسها ليست نجسة وإنما طاهرة وذهب إلى هذا ربيعه شيخ مالك وبعض أهل العلم والجمهور ستدلوا بعموم الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ونجس من عمل الشيطان فاجتنموا وأما أصحاب القول الثاني فقالوا ليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر أما الآية فالمراد بذلك النجاسة المعنوية بدليل أن الله قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه هل هي نجاسة نجاسة حسية؟ هذه نجاسة معنوية قالوا ومما يدل لذلك أنه لما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة الخمر في سكك المدينة ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك خاصة أن كثيرا من الناس في تلك الأزمنة لم يكن عندهم نعال والطرق كانت ترابية فلو كانت نجسة ربما تلوثت بها أقدام من يمر بتلك الطرقات والأصرف الأشياء الطهارة وهذا هو القول الراجح أنها طاهرة وليست نجيسة لعدم الدليل الدال على نجاسته لكن حتى على قول الجمهور أن الخمر نجيسة الكحول الكحول هل هي نجيسة أم طاهرة يعني مادة الكحول الإيثيل مادة الكحول الإيثيل إذا أخذناها هي أصل الإسكار لكن إذا أخذت مفردة ووضعت في أشياء هي مادة سمية أنه أخذها الإنسان منفردة ربما يتضرر أو يموت هي تأخذ في الأصل من إشارة الخشب وهي في الأصل مادة سمية إنما الخمر يكون يعني مكونا من عدة أشياء منها الكحول فإذا أخذ الكحول وحده فهو طاهر وليس نجيسا لأنها لا يعتبر خمرا لا يعتبر خمرا ولذلك الكحول يدخل في أشياء كثيرة كما ذكرنا مادة الكحول الإيثيلي وإن كان نسبها مستهلكة لكن لو قيل بنجاستها لحق الناس الحرج العظيم فعلى ذلك نقول الكحول والخمر على القول الراجع كلها ليست نجيسا وبهذا يعلم أنه لا بأس بالتعطر بالأطياب والعطورات العطورات تشتمل على مادة الكحول الإيثيلي وبعض الناس يتحرج منها لكن على القول الراجع أنه لا بأس بها لأنها ليست نجيسة أصلا لا يوجد فيها خمر هي كحول والكحول كما ذكرنا مادة سمية ليست نجيسة وحتى لو قلنا إنها خمر فالقول الراجع أن الخمر طاهرة وليست نجيسة وإلا أيضا لكنت ستأخذ بهذا المبدأ حتى دهن العود فيه نسبة من الكحول ما يبقى لك شيء ولهذا نقول هذه العطورات كلها لا بأس بالتعطر بها وهي طاهرة وليست نجيسة قال مصنف رحمه الله وإن خللت لم تطهر يعني إن خللها آدمي لم تطهر ولم تحل وقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا هذا نصه صريح لكن لم تحل هذا صحيح أما قوله لم تطهر ذكرنا أن القول الراجع أنها طاهرة أصبر ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للتفصيل في الكلام عن الأطعمة الحيوانية ما يحل منها وما يحرم قبل أن ندخل بهذا الفصل أود التنبيه لأن من كان عنده سؤال فسنجيب إن شاء الله عن الأسئلة المكتوبة في نهاية الدرس سنجيب عن ما يتيسر وما يتسع به الوقت عن الأسئلة المكتوبة فمن كان عنده سؤال فيما شرح أو في غيره يرسله الإخوة هنا وإن شاء الله نجيب عن ما يتيسر من الأسئلة في آخر الدرس قال مصنف رحمه الله فصل والحيوان قسماني بحري وبري انتقل المؤلف بعدما تكلم عن الأطعمة غير الحيوانية انتقل الكلام عن الأطعمة الحيوانية وقسمها إلى قسمين بحرية وبرية والمقصود بالبحر ما لا يعيش إلا في الماء والبر ما لا يعيش إلا في البر طيب هل هناك قسم ثالث ليس بري ولا بحري من يجيب عن هذا السؤال نعم البرمائي البرمائي نعم هذا ليس يقال برمائي وبرماوي وهذا ليس بري ولا بحري مثل الضفدع فالضفدع من الحيوانات البرماوية ومثل أيضا التمساح التمساح توصيفه له أثر في حكمه كما سيأتينا العلماء الذين قالوا أنه حيوان بحري قالوا يحل وخالهم آخر قالوا لا ليس بحري هو برماوي فيحرم سيأتينا الكلام عنه إذن تكون الأقسام ثلاثة حيوانات بحرية وحيوانات برية وحيوانات برماوية يعني تعيش في البر والبحر ابتدأ المؤلم بالقسم الأول قال فأما البحري فكله حلال الأصل في حيوانات البحر الحل والإباحة لقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ولقوله سبحانه وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طرية وذكر الله هذا على سبيل الامتنان على عباده وهذا يقتضي أن الأصل الحل فالسمك والحوت وجميع حيوانات البحر الأصل فيها الحل والإباحة طيب حتى سمك القرش سمك القرش يفترس الإنسان هل هو حلال أو حرام نعم حلال حلال حتى وإن كان يفترس حيوانات البحر الأصل فيها الحل لكن المؤلف استثنى من هذا الحية يعني حية البحر قال إلا الحية يعني حية البحر وقالوا لأنها مستخبثة والقول الثاني أن حية البحر حلال وأنها وأنها تدخل في حيوانات البحر الله تعالى يقول حل لكم صيد البحر وطعام وتسمية وحية لا يجعلها حراما مثل كلب البحر خنزير البحر هذه كلها حلال حية البحر وأما تعليلهم بأنها من المستخبثات فالمستخبث ما هو المستخبث؟ هو ما ورد الشرع بتحريمه هذا هو المستخبث ولم يرد الشرع بتحريم حية البحر وعلى هذا فالقول الراجح أن حية البحر حلال وأن جميع حيوانات البحر بلا استثناء مباحة قال مصنف رحمه الله والضفدع يعني يحرم أكل الضفدع والضفدع قلنا قبل قليل هل هو من الحيوانات البحرية أو البرية برماوية من الحيوانات البرماوية يعني تعيش في الماء وفي البر والضفدع قد وردت السنة بتحريمه كما جاء الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنة وأحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال ذكر طبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم الضفدع يعني يريد الطبيب أن استفيد منها في العلاج فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وكل ما نهي عن قتله فذلك دليل على وجوب استبقائه وتحريم التعرض له فدل هذا على تحريم أكل الضفدع فإذا الضفدع يحرم أكله قال والتمسح تمسح الآن معطوف على الضفدع يعني يحرم أو يباح أكله يحرم وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن التمساح يحرم أكله وهو أيضا قول الجماهير وهو مذهب الحنفية والشافعية كذلك مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة تحريم أكل التمساح وخالف في ذلك المالكية فقالوا يجوز أكل التمساح أما الجمهور القائلون بتحريم أكل التمساح فقالوا إنه حيوان له ناب يفترس به ويعتبر من أكلات اللحم المفترسة معروف أن التمساح يفترس يفترس الحيوان بل حتى ربما افترس الإنسان هو حيوان مفترس وله ناب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع فيدخل في ذلك أما القائلون بأن التمساح مباح وهم المالكية فقالوا إن التمساح من حيوانات البحر والأصل في حيوانات البحر الحل والإباحة والراجح وقول الجمهور وهو تحريم وأكل التمساح وأما قول المالكية إنه من حيوانات البحر فغير مسلم بل التمساح من الحيوانات البرماوية بل إن التمساح يضع بيضه في البر وليس في البحر أي أنه وجوده في البر ربما يكون أكثر فعند أرباب الحيوانات والذين عندهم خبرة ومعرفة بالحيوانات يقولون التمساح ليس حيوانا بحريا إنما هو من حيوانات البرماوية فهو كالظفدع فلا تنطبق عليه النصوص الدالة على إباحة أكل حيوانات البحر وهذا يدل أيها الأخوة على أهمية التصور لدى طالب العلم فمثلا إذا أراد أن يبحث هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام يبحث عن طبيعة هذا الحيوان وأين يعيش وكيف يعيش وهل هو بحري أو بري أو برماوي فلاحظ هنا أن سبب خلاف الفقه في هذه المسألة هو الخلاف في تصور كيف يتعيش هذا الحيوان فمن قال أنه حيوان بحري قال حلال من قال لا ليس بحري برماوي قال حرام فإذا الصواف هو قول الجماهير وهو أن التمساح محرم لأنه حيوان برماوي وله ناب يفترس به قد رأيت مقطعا لبعض الإخوة أخذوا تمساحا وذبحوه وأكلوه وأصبحوا يعني يشوونه ويأكلونه ويصورون هذا للناس وهذا أمر غير مناسب لأن أكثر العلماء يقولون بالتحريم يعني حتى لو أخذت بقول المجيزين ينبغي التورع خاصة أن أكثر الفقهة جماهير الفقهة يقولون بالتحريم فحتى لو أخذ إنسان برأي القائن المجواز ينبغي أن لا يفعل ذلك بأن يقوم بتصويره ونشر هذا في الناس هذا غير مناسب قال وأما البري فيحرم منه كل ذيناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وهذا قد ورد فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذيناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وجاء هذا أيضا من الحديث ابن عباس وغيره وعد من الأحاديث المتواترة عده بعض أهل العلم من الحاديث المتواترة فكل ذيناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير محرم وفيدخلوا في ذوات الأنياب من السباع يدخلوا في ذلك الأسد والنمر والذئذ والفهد والخزير والكل والقرد هذه كلها محرمة وكما ذكرنا أيضا قبل قليل التمساح أيضا يدخل في ذلك جميع ذوات الأنياب محرمة وكل ذي مخلب من الطير كالصقر والنسر والبازي والشاهين والحدأة والبومة هي محرمة ما الحكمة من تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير من يجيب ناب أحسن أبرز ما قيل من الحكم أن الإنسان يتأثر بالغذاء الذي يتناوله فإذا أصبح يأكل هذه الحيوانات المفترسة من ذوات الأنياب من السباع أو ذوات المخال من الطيوب فإنه يتأثر بها وبطباعها ويحتمل أيضا أن أكلها مذر بالصحة ويحتمل أن هناك حكما أخرى لا نعلمها يكفي أن نعرف حكم الله ورسوله فهو حكمة الحكم وغاية الحكم والله تعالى أحكم الحاكمين لا يأمر بشيء إلا لحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة جل وعلا قال والحمر الأهلية يعني يحرم أكلها وقد دهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم أكلها وكان قد أبيح أكلها في يوم خيبر ثم نسخ الحكم فحرمت وقول من قال إنها حرمت ثم أبيح ثم حرمت غير صحيح وقولهم إنه لا يعلم أن حكما أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا هذا هذا غير صحيح بل إنها كانت في الأصل مباحة ثم حرمت فقط وروي عن ابن عباس أنه قال بحل أكلها لكن ناقشه بذلك الصحابة ومن الصحابة من شدد عليك علي بن أبي طالب ورجع ابن عباس لقول جماهير الصحابة فأجمعوا على تحريم أكل الحمر الأهلية طيب قولنا الأهلية يخرج به الحمر الوحشية الحمر الوحشية صيد ويباحوا أكلها فقد كانت الحمر الوحشية موجودة في الجزيرة العربية وكانت مذكورة في الأحاديث وكتوب السير بل في كتوب التاريخ في العصور الماضية لكنها انقررت من الجزيرة العربية في الوقت الحاضر وموجودة الآن في بعض البلدان في بعض بلدان العالم هل أحد منكم رأى حماراً وحشياً؟ نعم رأيته على الطبيعة تصف لنا؟ نعم أفع صوتك نعم نعم بارك الله فيك نعم ممكن يعني في وسائل التواصل وكتبته حمار وحش يخرج لك لكن ليس هو المخطط ليس هو المخطط وإنما غيره فالحمار الوحش إذن يحل أكله وهو صيد أما الحمار الأهلي فمحرم والبغال البغال ونحو ذلك وبعض أهل العلم أخذ من هذا أيضاً تحريم أكل الجلالة والجلالة هي التي يغلب على أكلها القاذورات حتى وإن كانت انبهيمة الأنعام فبعض الحيوانات تأكل نجاسات سواء كانت دجاجاً مثلاً أو أغناماً أو نحو ذلك فهذه تسمى الجلالة وقد اختلف الفقه في حكم أكل الجلالة على ثلاثة أقوال القول الأول أنه يحرم أكل الجلالة إلا إذا حبست عن أكل القاذورات فإنه يحل والقول الثاني أنه يكره أكل الجلالة القول الأول أنه يحرم أكل الجلالة هذا هو مذهب الحنابلة وهو من الفردات القول الثاني يكره أكل الجلالة وهذا مذهب الحنفية والشافعية والقول الثالث يباح أكل الجلالة وهذا مذهب المالكي أما القائلون بالتحريم استدلوا بأحاديث روية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها النهي عن الجلالة ولكن جميع ما روية من أحاديث في الجلالة لا يثبت من جهة الصناعة الحديدية جميع الأحاديث المروية في الجلالة لا تثبت وقد أعلها الحفاظ كالبخاري وأبي زرعة وأبن رجب لا يثبت حديث واحد في النهي عن الجلالة القائلون بالكراهة استدلوا أيضا بهذه الحديث وقالوا لا تقوى القول بالتحريم لأن الجلالة إنما نهي عنها لأجل تغير رائحة لحمها فهو كاللحم النتم وهذا لا يقوى على التحريم بل يكون مكروها والقول الثالث قول المالكية قالوا إن الجلالة إنها مباحة ولا حديث المروية في النهي عنها ضعيفة لا تثبت وقالوا إنما تأكله الجلالة من النجاسات يتحول لدم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم ولا تنتقن هذه النجاسات للحم وهذا هو الأقرب الله أعلم ما دام أن الرواية كلها ضعيفة فأهل الخبرة يقولون إن الحيوان إذا أكل قذرا لا يظهر هذا القذر على لحمه لأنه يأكله ويهضمه ويتحول إلى دم وإلى لحم يعني كأنه يتعرض لعمل تصنيع أخرى فلا يبقى للنجاسة أثر على لحم الحيوان أصلا فالأقرب الله أعلم قول الملكية لأن الحديث المروية ضعيفة في النهي على الجلالة ولأنه من جهة النظر ما يأكله وتأكله الجلالة يتحول إلى دم ولحم ولا يبقى للنجاسة فيه أي أثر قال وغراب البين والأبقع في بعض نسخ عمدة الفقه وغراب البين الأبقع وغراب البين الأبقع وفي بعضها والأبقع وغراب البين هو نفسه الأبقع يعني أنه محرم والغربان تنقسم إلى ثلاثة أقسام تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول غراب البين أو الغراب الأبقع وهذا غراب فيه بقعة بيضاء في رأسه وهذا يحرم أكله والقسم الثاني الغراب الأسود الكبير المشهور هذا أشهر الغربان وهذا أيضا يحرم أكله والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم وذكر منها الغراب ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله للمحرم وسماه فاسقا والله ما هو من الطيبات والقسم الثالث من الغربان غراب الزرع وهو يسمى الزاغ كما قال الدميري في كتاب الحيوان أن غراب الزرع هو الزرع بعضهم يقول غراب الزرع غير الزرع أحمر المنقار أحمر المنقار والرجل وهذا الغراب لا يأكل الجيف وإنما يتغذى على الزروع وعلى النباتات فهذا وإن سمي غرابا إلا أنه يباح أكله يسمى غراب الزرع ويسمى الزرع فإذن عندنا الغربان على ثلاث أقسام غراب البين الأبقى يحرم أكله والغراب الأسود الكبير يحرم أكله وغراب الزرع يباح أكله طيب هنا يذكر الفقهة القنفذ القنفذ والقنفذ ويسمى النيس وبعضهم يقول أن القنفذ غير النيس وبعضهم يقول النيس هو القنفذ الكبير يعني بينهما تشاوى والكلام عن حكمهما واحد اختلف الفقهة في حكم أكل القنفذ على قوليه القول الأول أنه يحرم أكله هو مذهب الحنفية والحنابي لا لحديث ابن عمر أن القنفذ ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث خرجه ابو داون والقول الثاني يباح أكل القنفذ وهذا مذهب المالكية والشافعية قالوا لأن الأصل الحل والإباحة وهو يتغذى بالنباتات وليس من ذوات الأنياب المفترسة ولما سئل ابن عمر عن القنفذ قرأ قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمني طعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحمة خنزية وهذا يدل على أن ابن عمر يرى الجواز أو يرى التحريم الجواز كأنه يقول المحرمات هي المذكورة في هذه الآية وأما حديث خبيثة من الخبائث فضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية ومما يدل على ضعفه أن الراوية له منه ابن عمر وابن عمر يرى الجواز فلو كان الحديث محفوظا لا ما قال ابن عمر بجواز أكل القنفذ ولا قال بتحريم أكله خاصة أن ابن عمر شديد الاتباع للسنة وعلى هذا نقول أن القول الراجح لله أعلم هو القول الثاني وهو أنه يباح أكل القنفذ لأن الأصل في الحيوانات الحل والإباهة ولأن الحديث المروي في النهي عن أكله ضعيف ولأنه ليس من دوات الأنيان ويأكل النباتات ويتغذى بها فيبقى على الأصل وهو الحل والإباحة وهذا اختير شيخنا عبد عمر بجواز رحمه الله أنه يباح أكل القنفذ قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها أي أنها تحرم الحشرات محرمة وذهب إلى هذا أكثر العلمة قال الوزير ابن هبي رحمه الله اتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة إلا مالكا فإنه كرهها في رواية وفي رواية أخرى قال بتحريمها فإذا الحشرات محرمة لأنها من الخبائث وفي بعض بلدان العالم يأكلون الحشرات ويأكلون الحيات فانتبه هذه كلها محرمة ومن الخبائث إلا اليربوع اليربوع يسمى الجربوع يعني في بعض بلدان يسمونها الجربوع وهو اليربوع فإنه يحل أكله بناء على الأصل وهو أن الأصل في الحيوالات الحل والإباحة ولما ثبت عن بعض الصحابة أنهم اعتبروه صيدا وقالوا من قتل يربوعا ففيه جفرة وعلى ذلك اليربوع مباح والضب الضب أكل على مائدة قال نعم قال المصنف والضب لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ينظر وقيل لو أحرام هو قال لا هذا نص صريح صحيح في الصحيحين وصريح لأن الضب مباح وما عدا هذا فمباح ويباح أكل الخيل الخيل مباح يباح أكله وقد وذكر المصنف رحمه الله الدليل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذناء في لحوم الخيل متفق عليه وجاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا على العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه فأذن الخيل يباح وأكلها طيب حليب الخيل يباح وشربه أم لا يباح في بعض البلدان يشربون حليب الخيل ويكون فيه فوائد فيباح وشرب حليب الخيل ويباح وأكلها قال وسمى الضبع صيدا والضبع وسمى الضبع صيدا الضبع على رأي المؤلف يباح وأكله أو يحرم يباح وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء القول الأول أنه يباح وأكل الضبع وهو مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بهذا الحديث الذي أشار إليه المصنف حديث أبي عمار عن جابر قال قلت الضبع صيد قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وقال الشافعي رأيت الناس في أسواق مكة يبيعون لحم الضبع ويأكلونه والقول الثالث تحريم أكل الضبع وهو مذهب الحنفية لعموم النهي عن أكل كل ديناب من السباع وكل دي مخلب من الطير والقول الثالث أنه يكره أكل الضبع هو مذهب المالكية قالوا هو السبع لكنه لا يعدو بنابه والحقيقة يعني خلاف هذه المسألة يرجع لتصور الضبع هل الضبع من الحيوانات ذوات السباع التي تفترس أم لا؟ الواقع أن الضبع من أشد الحيوانات افتراساً بل يقولون أن ناب الضبع هو أشد أنياب السباع افتراساً أشد من الأسد وأشد من النمر وأشد من أي سبع آخر ولك أن تنظر بعض الوسائل التواصل وترى صورة الضبع وهو يقضم العظم ويأكله ويقرمشه والضبع يفترس الحيوان ويفترس الإنسان فهو من أشد الحيوانات افتراساً ولهذا فالأقرب الله أعلم هو قول من قال بتحريم أكله لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو له ناب ويفترس به بعض العلماء قال مثل الإمام القيم قال له ناب لكن لا يفترس به لكن هذا غير مسلم بل له ناب يفترس به بل هو أشد الحيوانات افتراساً بنابه فالواقع أنه من دوات الأنياب التي يفترس بها وعلى هذا فالأقرب الله أعلم قوله من قال بتحريم أكل لحم الضبع وأما حديثه جابر السابق لو ثبت لكان حجه لكن قال ابن عبد البر قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله انفرد بحديث جابر عبد الرحمن بن أبي عمار وهو ليس بمشهور بنقل العلم ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه والنهي عن أكل كل ذناب من السباع ورد من طرق متواترة ثم لو صحى حديث جابر فغاية ما يدل عليه أنه صيد يفدى في الإحرام ولا يلزم من ذلك حل أكله أرأيت الثعلب يقصد للصيد ليس لأكله وإنما للانتفاع بجلده ويحرم أكله ولما سئل الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلباً قال عليه جزاء عليه جزاء وهو صيد لكنه لا يأكل فحتى لو صحى حديث جابر نقول غاية ما يدل عليه أنه صيد لكن لا يباح وأكله فهو كثعلب فالأقرب الله أعلم هو تحريم أكل الضبع ونكتب بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه